اهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامج وجه لوجه على قناة الاقتصادية الاولى اذا خلال هذا العدد سنتحدث عن وقع صناعة سينماتوغرافية وصناعة درامية في الجزائر هذان المجالان المغيبان تماما هنا في الجزائر هناك العديد من التجارب التي قيمت من قبل لكن كانت تجارب محتشمة واليوم فيه العديد ايضا من الاليات التي اتخذتها او تذبير اتخذتها دولة جزائرية لنهوض بهذا القطاع كاستثمار كامل وشامل مذر للثروة للحديث على هذه النقاط او هذا الموضوع اسعد كثيرا باستضافة ضيفتي وجها لوجه وهي الكاتبة والسيناريست سارة برتيمة اهلا بك سيدتي اهلا الاعلامية هدى شكرا على الاستضافة سعيدة بلقائكم اليوم شكرا لك ايضا على تلبية ضعوتنا اذا صارة برتيمة هي اعلامية وكاتبة مسرحية وسيناريست جزائرية تخرجت من كلية الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر ثم عاملت في المجال الاعلامي من خلال الكتابة لبعض الصحف الجزائرية درست في معهد الفنون المسرحية والمسرح في مدينة القاهرة وبدأت العمل بسرعة في هذا المجال وستطعت تقديم العديد من الاعمال التي نالت شهرة واسعة من خلالها وحصلت على بعض الجوائز الهامة ايضا صارة برتيمة هي كاتبة عدة الاعمال ناجحة اعمال درامية ناجحة هنا في الجزائر بين هذين سادق وكذلك مسلسل الخاوة بجزئيها سلسلة طيموشة بجزئيها ايضا ومسلسل الضامة الذي نال شهرة واسعة خلال الموسم الرمضاني الفارط ايضا صار نجاح واسع الصدى لبعض الاعمال الدرامية الجزائرية يعني كنت انت من كتبها عبر مثلا مسلسل الخاوة كان اعطى وجه جديد للدرامة الجزائرية مسلسل نال شهرة عبر الوطن العربي ايضا تمت دبلجته الى لهجات عربية اخرى نتحدث عن الصناعة الدرامية وماذا ينقصها هنا في الجزائر شكرا هدى على هذه المقدمة اذا تتحدثنا عن الصناعة بالنسبة لمجال السمع البصري ما نهدوش على صناعة السينما لانه حديث اخر يتعلق بها الصناعة الدرامية في الجزائر اساسيتها غائبة لحد الان لانه كذلك في جهل الاستثمار في هذا المجال كيفاش نقول جهل يعني حتى انه في سبونسورينج في بعض المسلسلات اذا اتحكينا على هذا العام يعني مقارنة بالسنوات الماضية في نوع من الكم في نوع من الكم يعني وفي نوع من المسلسلات التي تم ترعايتها بميزانيات نقدر نقوله يعني نوعا ما تقدر تمشي المسلسل ولكن دائما في غياب للصناعة غياب للصناعة لانه مدام المستثمر في هذا المجال ما هوش يعني على دراية ومش يعرف انه يعني في رح تكون ليه يعني فائدة في مجال صنع الدرامي بالجزائر مش هتكون هناك كمية مش هتكون هناك جودة كذلك لانه الجودة تلعب دور هام في الصناعة ومش هتكون فيه منافسة كذلك منافسة تدخل كتكون فيه منافسة كبيرة رح تدخل في خلق صناعة نعم في خلق صناعة كذلك نروحوا للورق يعني نعم يعني كله مسعلق بالجودة سواء في الصورة الورق المنافسة فهذا جميعه يجعل من هذا المجال كثيف كي نهضوا على كلمة كثافة يعني يصنع نعم طيب بالنسبة لأيضا الترتيب أو ترتيب صناعة درامية في العالم العربي اليوم تحتلل المرتبة الخامسة الدرامة التونسية المرتبة الرابعة الدرامة الأردنية هناك أيضا في المرتبة الثالثة الدرامة الخليجية في المرتبة الثانية الدرامة المصرية وفي المرتبة الأولى سوريا أو الدرامة سورية التي دخلت أيضا هي أيضا في شاركة مع لبنان أعمال قوية جدا وضخمة فيه العديد يعني من أنواع الأعمال الكوميدية الدرامية تراجيدية أيضا وكذلك الأعمال التاريخية التي يعني في العادة تكون عندها ميزانية ضخمة لكن في الجزائر ولا ننسى أنه هذه الدرامة عبر العالم العربي متوفرة على كامل السنة في الجزائر تنحصر فقط في شهر رمضان الفضيل لماذا نعود دايما نقطة الاستثمار في المجال نعم نعطيك على سبيل المثال أنت تقدم علش قلت لك الصناعة غائبة في هذا المجال غائبة لعدم فقه بعض المستثمرين يعني ولا اللي أنت تلجأ لهم كأهوة كمستثمر تقول له يعني تكون راعي ولا تكون حتى القنوات يعني نهادوا القنوات الخاصة مثلا القنوات الخاصة علش فقط في شهر رمضان لأنه هو يتعاقد مع الاخرى لسبونسورينغ فيما يخص الفضاءات الإشارية وغيره يعني هذا يخلي من أنه لهذا المتعاقد مع القنوات هو يشري كما أقوله يقدم الاخرى المادة تاعه غير في هذا الشهر لأنه كان فيه يعني جمهور يتبع نعم كذلك جمهور تعنا ما عندوش ثقافة أنه نتبعه بعد رمضان عدنا غير في رمضان لأنه ينحصر كل الصناعة ينحصر في رمضان إن سميناها صناعة نرجع للترتيب اللي ذكرتها هدى غائب الجزائر يعني للأسف في هذا الترتيب أعلاش أني قلت لك أنتي كتروحي الواحد تعالى سبونسور لمستثمر والله حتى تروحي للقناة تقدم له كمنتج يعني يقدم عمل يقولك الميزانيات بتاعه كذا يعني موزنية كذا لأنه يشوفها يعني ضخمة يقولك أنا يعني مثلا بعض مستثمير منها دروش على مسيري القنوات أو القائمين على القنوات يعني واحد خارج يعني تقول له هاي لك الميزانية تعل العمل أو المسلسل راح يعني ما يفهمش يقولك آه يعني أنا مسلسل يعني راح ياخد هذا الكمل كل هذا الكمل لأنه ما هوش عارف الاستثمار تعوينا حيسلك وش من مسلك حياخد نعم إذن غياب ثقافة الاستثمار في الصناعة الدرانية هي سبب الحقيقي في فشل الجزائر اليوم من يعني الحصول على مراتب أو دخول التصنيف الوطن العربي وكذلك يعني التصنيف الافريقي لما نشوف أيضا اليوم بالنسبة لصناعة سينماتوغرافية نشوفوا أنه نيجيريا اليوم هي تحتل يعني المرتبة الأولى افريقيا بعد وحتى عبر العالم هي المرتبة الثانية بعد الهند يعني بالمقارنة لما نشوف يعني نيجيريا نشوفوا أنه الجزائر أيضا تحظى بإمكانيات أقوى من من نيجيريا لكننا غايبين هودا شوفي أنا من لا أحبذ مصطلح فشل الجزائر أنا نكون في هذا الترتيب نعم ممكن نقول غياب الجزائر هذا الترتيب نعم لأنه صناع يعني مش الصناع يعني يعني من فنانين المنتجين ليخدموا في هذا المجال وحبين أنه يعني يكون صناعة باش يعطوا جودة أحسن نعم يعني كما قولوا احنا ما ما كانش كيفاش اللي أنه منتج كما أسلفت يعني يتحدث عن أنه هذه صناعة يزم فيها استثمارات يزم أنها تشجع كصناعة مش فقط من بين من جهة المستثمرين كذلك القائمين على كما أقول على إعطاء الأمر في هذا النقطة نروح مثلا إحنا للسيناريو هاته أنا كسيناريو هاته نهدو على السيناريو السيناريو تقدير تقولي أنه رح يكون بعض الأحيان رح يكون محدد ما يخدش كما أقول إحنا الفضاء التاع الواسع أنه رح يتحدد رح تكون في الوتو سنسيا باريكزامبل ما يقدرش يعطي المادة ككامل أنت رح تعطي في تعطي في إسقاط على مثلا على شيء في المجتمع نهدو حتى على الخيال حتى في بعض الأمر تعال الخيال يعني فيها إسقاط نوعي مع الشيين اللي نعيشو سي يعني حتى التحديد أول كما قولوا المادة أنها تكون اوتو سنسوري هذا رح يخلي يعني الجودة تقل ومنخلوله أنه ما تكونش صناعة نعم وهذا ما تعرض له مسلسل الضامة في سنة الماضية فيه العديد يعني من سطفتكم بعض المشاكل عند بث المسلسل وهناك أيضا من قال أنه المسلسل كان يخدش سكان منطقة باب الواد الجزائرية الضامة هو إسقاط على حالة اجتماعية أو حالات اجتماعية ليس فقط بالنسبة للسيناريو كذلك في أمور يعني بعد البث يعني أنت تعطي مادة تعسيناريو موجود فيها يعني نقدر نقول جرأة نعم إنفتاحات فتلحق لكينثاني قراءة إخراجية وكينثاني قراءة على المونتاج نعم هذه كل القراءات قد يعني التغيير فيها قد يجعل الهيكلة والله الشيء اللي انت حبيت توصلوا يضعف ينهش يعني لو لهو المشكلة تعني أنو كنتك تدّيلوا السيناريو مناُداش على مخرجين أو نهدر كاسفة عاملة منتج ناأنا نازم نقس من دل هكدا يندر ما يخلوش ما يحترموش المادة اللي قدمها ليسيناريست كيكون السيناريست كف يعني يعني يعاطي مادة يعني قوية كما قولوا احنا ما يقتدوش بالشي اللي يحب يوصله من خلال الورقة نتاعه فهذا قد يعني يكسر والله الديماغ كم تي بو الهدف اللي يحب يوصله والله النقطة على مغاليتين اللي يحب يوصلها فالهقدك يعني تكون فيها شاشة يكون في بعض عدم التفاهم لأمور يعني تعرض كيفاش هذه جات هقدر رحت هقدر طيب أيضا اليوم يعني نحن على قرابة عشر يام من شهر رمضان المبارك كل بروموهات الأعمال العربية يعني كلها يعني رأت النور بستناء الأعمال الجزائرية لحد الآن لم نرى ولا برومو كل الأعمال ما زالت قيد التصوير أيضا الأعمال العربية الدرامية العربية تعتمد على تقنيات سينمائية عالية المستوى أيضا هناك حبكة أيضا للقصص ولا نقدر نقول أنه اليوم حبكة القصة في العالم العربي أصبحت ولا الخيال لأنه حتى يعني مخيلة الإنسان لا تتخيل هكذا يعني مستوى من الجودة معطيات يمكن أن نقول أننا نفتقدها اليوم في الجزائر ونتكلم بكل صراحة لما المشاهد الجزائري يبحث عن هويته في المسلسل الجزائري هذا ما يبحث عنه يعني أنه لما يشاهد مسلسل ما خلال شهر رمضان لكنه يضطر لمشاهدة أيضا ومتابعة الأعمال العربية الأخرى لما فيها من جودة وكذلك فيها نجوم بارزة نجوم عندهم كان فيه العديد كنا نشوفه الفن الكبير عاد الإمام كان سنويا قبل أن يعتزل سنويا فيه عمل ضخم يقوم به فيجذب المشاهد يعني ليه مباشرة حتى يتابع هذا العمل هذه المواطعيات تغيب هنا في الجزائر شوفيه هذا ما تردش تقارني بسوق مصر يعني صناعة مصرية في الدرامة كما هذا العام عندهم خمسين درامة تلفزيون خمسين درامة إذاعة مئة إشهار في كل هذا يعني فيه صناعة موجود فيه صناعة فيه كم نعود نهدرلك على النقطة اللي قلت لي أنه ما زالوا عشرة أيام وكان فيه غياب يعني كامل على يعني الترويج للأعمال الرمضانية اللي لازم تكون من قبل من شهر يعني مثلا هذه من الأسباب اللي خلتني أنا هذا العام ما نخدمش علاش لأنه الورقة التي يقدمه رح يعني يفصل فيه بعد ثلاثة أو أربع أشهر من تقديمي له والثلاث أربع أشهر يكونوا ما زال على رمضان واحد أربع ثلاث أشهر وقتاش رح تصور وقتاش رح تجهز وقتاش رح تمنتج وكان كذلك يعني نعطيك من باب النقاط الضيقة يعني نها في الجزائر ما زال لعدنا وهذا من بين الأساسيات نتعال الصناعة تعميش تعطي الجودة في العمل كان الموسيقى التصويرية نعم عباك الموسيقى التصويرية يعني في بلدان اللي كذكرتها أنت أولا أنها تحتل المرتبة كذا أو كذا الموسيقى التصويرية رح يشدوا فيها مثلا رح يساكل خفيز فيها واحد دولة يعني اللي يصنع فقط هذه الموسيقى التصويرية تعال عملتها مسلسل يعني نهضرنا على الدراما ففي الجزائر يعني للأسف أنه ما زال يعني الصناعة تعنا ما كانش ما حطوهاش كمجال الاستثمار نعم نعطيك على سبيل المثال أنا عندي مشتروع عنده خمس سبع سنوات مشتروعي يعني الضخم هو يتعلق بتراث وطني يحكي سيرة ذاتية يعني الفنانة يعني مقتدرة شركة فتصورة كانت قبله بعد الاستقلال يحكي على تاريخ إذاعة وطنية يحكي على فنانين يعني برزوا يعني جزائرين وعالميا ويحكي على يعني على ثقافة فرد جزائري قبل استعمار أثناء الاستعمار عند الاستعمار وبعد الاستعمار يعني يحكي على أشياء حتى نجهلوها يعني حتى الجزائري بيش عرف كما قلت يتطلع على تاريخه تاريخه هويته ثقافته الاجتماعية فهذا المشروع كي نقدم ما يسمى بالصنع احنا نقوله ما يسمى بالصنع لأنه مش تعد صانع لازم تفهم الورق اللي تقدملك وكيفاش صراح أنت رح تستثمر فيه وكيفاش رح يعود عليك بالفائدة يقول لك أن المشروع هذا كيفاش نهضر على وحدة اسمها تغني أن نحط هذه الميزينية كامل بيشتوف يعني إيه يعني عدم تفقه في هذا الصناعة وش رح تكون أنا في عصر رقمنا عندك منصات منصات رقمية نعم عندك فضائية عربية من خلالها رح تروج للدراما العربية هذا من جهة كذلك رح تعرف بالجزائر يعني دراميا أو حتى يعني كهوية جزائرية كيكون الطلب مثلا أنت تعطي مادة ذات جودة عالية خلاص أنت تحكم نقطة من هذا الترتيب اللي احتيتها أنت أنا مثلا نحب هذا العام كيكون يعني الصناعة خلاص الجزائرية خرجت من هذك اللي يعني كسرت قيد أنه لا صناعة تكون في الصناعة أنا حب العام يتقدم لي في الشاشة الفضائية نتاعينا في القناة الفضائية أو في المنصة الرقمية تاعينا هذا العالم العربية يتقدم لي ربع مسلسلات جزائرية نعم كينا نهضروا هذا الكلام باش نقولوا بلي توجد صناعة سنو نبقوا في هذ دائرة يقعدوا وربع شهر على غمضان نخدموه بالزرباء يتو حتى يعني الورق يعدهج المخرج ما يكونش عنده الوقت الكافي يكون الضغط يكون يعني حتى كي يعرض العمل يعرض فقط يقعد محصور في الشاشة الجزائية الشموع الجزائر نعم من كينا نقول ومن ندفعوش بهذا الدرام الجزائرية تكون برا الجزائر نعم طيب سارة برتيمة بكل صراحة في الجزائر هل هناك منتج حقيقي لحد الآن نعم بمعطيات اللي نشوفوها في الخارج والدول الأوروبية وحتى الدول العربية شوفي بالنسبة للمجال السمع البصري نقدر نقوله فيه منتج منفذ نعم أو مسير للإنتاج نعم مسير للإنتاج عمل بينما بالنسبة للمجال السينمائي نعم هناك منتجين جزائريين نظر على الجزائر نعم نظر على المنتجين جزائرين في البرة نعم منتجين جزائرين هنا في الجزائر فيه منتجين يعني صناع سينما حقيين ولكن الصناعة تحت السينما من هكذا سينما منقولوش ما فيش صناعة موجود صناعة ولكن قليلة ومتعثرة نعم قليلة ومتعثرة بينما مجال السمع البصري أنا أقولها لك المنتجين لأنه المنتج يجي بس يعرف كيفاش يجيب الأخرى يعني يعرف كيفاش يصنع المنتج هو مصنع كذلك وصانع لمجال سمع البصري صانع لدراما أنت كدعود تاكل مثلا نخدمونا مثلا نحن نحضر على قنوات تلفزيون جزائية تخدم يعني بالمنتج منتج منفذ كده أنت منتج منفذ خلاص أنت جبت أعطاولك مادة واخذيت النسبة تاعك ونفذتها المنتج الحقيقي أنك أنت تعرف كيفاش تصنع هذاك العمل كيفاش تجيب له ميزانيته كيفاش توزعه الآن يعني توزيع الدرامي عاد فيها كما أسلفتي في بداية اللقاء قلتي أنه كان دراما مثلا مصرية سورية تونسية رائجة في العالم العربي هذاك يعود إلى قضية توزيع وخاصة في وجود المنصات الرقمية كان البلاتفورم ديجيتال غازين للعالم العربي بدون ذكر أسمائهم ولكن في ساعات نشوفه دراما تونسية دراما خليجية عراقية مصرية ونشوفه إحناك جزائرين لماذا تكون الدراما الجزائرية هناك نعم طيب نتحطوا أيضا الآن على الصناعة السينماتغرافية هي الأخرى أيضا تنحصر في أعمال بيوغرافية تتعلق ببعض الشخصيات الثورية فقط هنا في الجزائر الجزائر لا تنتج أعمال سينمائية تجارية يكون هدفها هو المداخل حتى أنه ما فيش أصلا ما فيش كلمتان مصطلح شبك التذاكر في الجزائر منعدم هناك أيضا الموزعون ينعدمون في مجال السينما بشكل قاعات السينما تحدث عن هذا القطاع الذي هو صناعة قائمة بحد ذاته عبر العالم صناعة مذرة أيضا للثروة استثمار من نوع رابح رابح يعني كل الدول التي استثمرت بطريقة صحيحة في السينما استطاعت أن تحقق فائدة اقتصادية لبلدانها لماذا في الجزائر لازمنا منحصيرين فقط على إنتاج أعمال سينمائية خاصة بشخصيات الثورة كذكرت الفيلم السينمائي التجاري نعم يعود بي لا تعود بي الذاكرة إلى الأعمال اللي كانت في وقت رويشد يعني كنسة ذوكة هدى مثلا آخر عمل سينمائي تجاري في الجزائر كان من التقسي المخفي نعم نعم ولم تقسي المخفي يقول لها كرنفال في دشرة نعم من سماك الجزائري ما شف ولا فيلم تجاري وهذوك الأفلام لو لا عرضها على التلفزيون لم أعرفها المشاهد نعم جمهورنا متوسع الضوء يعني جمهورنا ما هوش يعني جمهور ذكي نعم رأي وشوف القنوات رأي وشوف الأفلام السينمائية العالمية هذه المنصات الرقمية العالمية على دراية وعلى علم ما تقدرش يعني تفوتها له هذه نعم الفيلم التجاري يقدر نقوله أنه كما أسلفت قلت أن الصناعة السينمائية موجودة في الجزائر ولكن متعثرة وبطيئة نوعا نعم كي نقول متعثرة وبطيئة لو يعني يعني ومنحصرة يعني كما قلت في الأمث أفلام ثورية واللي يعني توزيح تحى شحيح نعم ومبعد تتحط في الأدراج نعم لو تقوم السينما أو تتوجه إلى ما يسمى بالفيلم التجاري أنا نعطيك يعني في غضون يعني ثلث أربع سنوات ماكسيموم مثلا في ثلث أربع سنوات نديره على الأقل أربعة أفلام أربعة أفلام ثمك منعودوش نشتكو من لأنه قضية الترويج الحالية يعني بوجود الرقم هنا رح يسرع من أنه الجمهور يشوف هذه الأفلام حتى ولأنه عندنا يعني عدد قاعات سينما ضئيلة نعم نقولها مثلا يعني أنت تجيب مسلسل تجاري نعم عندك قنوات عندك قاعات سينماية في الجزائر العاصمة هنا تعد نجو مثلا الجهة الشرق مثلا نقول إحنا في عنابة وقصنطينا نجو لجهة الغرب مثلا نهضو علام استغاني نمو الله وارن الجنوب ما نحقوش قاع للجنوب مثلا الوسط نحقو الباتنة ممكن كان قاعات سينماية ولا يقدر بهذا يعني إذا كان في موزعين كذلك الصناعة السينماية تعتمد كذلك على التوزيع نبدو بالتوزيع تعل فيلم التجاري في الجزائر بقل جمهور الجزائري وأنا أقول لك في قضون ثلث أربع سنوات راح تكون الصناعة الجزائرية غزات خلاص يعني خرجت من تعذرها ويعني وشدت المسلة كان شغول دار تروض بيش تمسي طيب نتحط على الإصلاحات اللي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع نتحط هي يعني يوم ممكن نقول أنه هذه الإصلاحات لم تجدي نفعا حتى الآن فيه العديد فيه تذبذب أيضا في القرارات منذ سنتين كانت فيه أيضا كتابة دولة خاصة بصناعة سينماية غرافية ثم تم تخلي عنها والعودة إلى تعامل القديم مع القطاع أنه ضم القطاع إلى وزارة الثقافة وهي تتكفل اليوم بتسيير كل هذا لكن كثيرا ما نسمع عن قرارات لكن يبقى دائما القطاع حبيس الحجر ممكن هو نوع آخر من الحجر الصحي ما رأيك في كل هذا؟ والله أنا ما نتفقش معك في نقطة هدى بالنسبة الإصلاحات اللي قامت بها الدولة من ناحية الصناعة السينمائية خاصة في يعني كان بزاف اللي يستغلوا للشيء الجميلة يستغلوا إيجابيا مثلا كما الأفلام القصيرة اللي تحطت اللي أنتجت وأنجزت فيه بمناسبة الستينية وأنا حتى الجالي بالنسبة السبعينية أعطيت فرصة لعديد من الشباب أنهم يخرجوا وينجوا وهذا هذا بشرة خير يعني للسينما للصناعة السينمائية ما تشوفيش حاليا لأنني أقول لك أن الصناعة السينماية راهوا مجال واسع وكبير يعني هدوين بدنا مش نقولوا باسم الله كي هدرنا على السمعين باصل يقول لك صح غياب صناعة غياب منتجين غياب مصنع دراما بينما السينما أقول لك متعفرة وتقدر تكون ضائلة بينما في وجود هذه الانتاجات اللي اندارت بمناسبة الستينية وسبعينية أنا أشوف يعني أفلام قصيرة نهدو على الفان قصيرة أو حتى طويلة اللي أنجزها مخرجين شباب مخرجين ومنتجين شباب هذه حاجة مليحة علامة مليحة أنه علامة إيجابية راح حتى القائمين على السينما على يعني خدمة السينما من جهات حكومية ولا من جهة الدولة راح ياخدوا بعين نظر هذا النقطة أنه في شباب فهم هذا شيء راح يحفزهم أنه يزيدوا يدخلوا إصلاحات والله يوظفوا أمور ليتعزز من أنه تكون هناك صناعة سينمائية نعم بالنسبة للدوان الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية لونسي هو الآخر أيضا هل يقدم اليوم ما هو كافي بالنظر إلى المعطيات الحالية للقطع هل هو يقدم يعني إضافة أو يقدم شيء كافي لهذا القطع مقارسة مع ما قدمه لونسي سابقا نقدر نقول حتى الأمور السياسوية أثرت بهذا المقطع قبل 2019 وبعد 2019 نقدر تكون بعض التعثورات اللي كانت في طريق لونسي لأنه لونسي وش قدم قبل يعني يقدر نقول يعني إذا واجه هذا التعثورات اللي روحليا يعني راهي فيها يقدر يمكن يعود يخوض الطريق اللي كان مش فيها قبل لأنه أنا شخصيا يعني قبل كانت فيها تظاهرات فنية كانت فيه نشطات فنية قام بها لونسي يعني جميلة جدا أنا مش نقول لك يعني كان الجزائر عرفت عربيا وكانت يعني رائدة وخيدة مرتبة يعني لبأس بها نشاطات ثقافية اللي كان مشرف عليها لونسي نعم بينما الحالين نقدر نقول وراه في حالة ركود نعم ويمكن إذا شاف من الوراء أنا قلت لك يعني ممكن لي أثرت عليه نقطة ما قبل 2019 وبعد 2019 نعم حتى الأمور السياسوية يعني تدخل في هذه النقطة تتعثر طيب بالنسبة للإنتاج السينماتغرافي بصراحة هل هو محتكر في الجزائر؟ شوفي هدا عبك نقطة هذه مش غير في الجزائر نعم أصير ما في العالم كامل تروحي مثلا تروحي المصر تروحي الأوروبا تروحي الأمريكا هذا العالم يعني لأنه مجال ضخم فيه بزاف استثمارات فيه بزاف أموال لازم يكون محتكر ولا يكون مثلا حكر على فئة عن أخرى نعم يعني مش فقط في الجزائر نعم إذن في الجزائر هو محتكر كباقي الدول نوعا ما نعم طيب تمت برمجة خلال شهر فيفري الفارت لقاء وطني أيضا بالجزائر العاصمة حول آليات الاستثمار في مجال صناعة سينماتغرافية هي بادرة جيدة يعني أنه في القبل ما كانش فيه يعني فرصة للحوار حول هذا الموضوع لكن يعني هناك قرار بأن تتركز هذا القطاع لممارسة النشاط السينمائي وممارسة النشاطات المتعلقة بصناعة سينماتغرافية التي تشمل نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك التوزيع لاستغلال الاستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وكذلك ممارسة نشاطات متعلقة بالخدمات السينمائية وكل ما يتعلق بتأشيرات الاستغلال السينمائي مشروع هذا القانون جاء من أجل تثمين كل ما يمكن أن يصاهم في دفع حركية صناعة سينماتغرافية في البلاد هكذا مشروع هل هو كافي للنهوض بهذا القطاع؟ كبداية نقول أنه يفي بالغرض كبداية هو يفي بالغرض ولكن لازم المزيد لكي يكون كافيا طيب حتى تكون نهضة حقيقية في قطاع صناعة سينماتغرافية ماذا يجب على الدولة الجزائرية أن تفعله؟ وماذا يجب على المنتج في قطاع صناعة سينماتغرافية أن يفعله؟ بالنسبة للمنتج في القطاع لازم يكون على دراية بهذا المجال ما يكونش فقط هو بزناسي إلى التوظيف هذا المصطلح ما يكونش بزناسي يكون ملم بهذا وعلى دراية بهذا المجال يكون مصنع حقيقي سواء كان منتج أو كان صاحب ورق أو كان مخرج أو كان يعني إنسان متعلق بكل التقنيات الفنية بالنسبة للدولة الدولة هي تمشي بينا سور كيكون واحد يعني كيكون صاحب مجال داري بالصناعة على دراية بهذا الصناعة الدولة راح تلقى يعني العروض المقدمة يعني أمور ذات جودة فتكون ملزمة أنها كما قلنا هنا تفتح البيبان نعم دير التسهيلات نعم كما قلوا تكرس نقول نقولها ميزانيات تكرس قوة دافعة لتنهض بهذه الصناعة نعم طيب هل من المعقول أن تبقى دائماً الدولة هي من تتحمل أعباء الإنتاج السينمائي في الجزائر يجب يعني إدخال الشريك أو الخواص إلى القطاع حتى ينتعش هي كتجارة هدى نعم تجارة مثلاً دكنا نهدو على حكينا على التجارة فيه منتجين يعني دي بروديكتور في التجارة يجيب يصنع جزائرينا كان إنتاجات محلية وحتى يعني الرئيس الجمهورية هدر قال لك يعني أنا نفتح المجال أنه الناس يعني المنتجين يساهموا في التجارة وفي صناعة جزائرية مش نهدو على الصناعة نعم تكون فيه منتج تخدم أنت منتج جزائري تخدم منتج جزائري وبجودة تليق بمعايير إن هادرنا على السينما ولا هادرنا على مجال سمع البصري تليق بمعايير عربية يعني الدولة راح تكون فقط تكون سيبور وتكون يعني عراب بهذه الأعمال لأنك خلاص أنت عدت كم نقوله تنتج وتدير للمعك دوكاليتي لروحك نعم طيب هل يمكن الاقتداء مثلا بالتجربة التركية في مجال الصناعة الدرامية وكذلك صناعة الأفلام أنه في الكثير من الأعمال السينمائية التركية اليوم أخذ لمكانتها أيضا عبر العالم شوف الدرامة التركية فتحت أبواب كبيرة للاقتصاد التركي نعم خاصة أننا هادروا على الدعم السياحي نعم كانت داعمة لصناعة السياحة في تركيا هذه الدرامة التركية مثلا عليش قلت لك أسلف قبل هذا السؤال قلنا يعني تقدر تكون الدولة كبادئ ذي بدء تعطي دفع بوش لهذه الصناعة تكون ومن بعد خلاص المنتجين يعني خلاص يعتمد على نفسه الدولة تكون غير سيبور كما قلت لك عراب الباغين هاد الأمور نعود ونرجع للنقطة على الدرامة التركية الدرامة التركية في البداية كان صح كان سيبور من الدولة دفعت بها ومن بعد درك رأي في توزيعات رأي غازية العالم العربي وحتى المنصات العالمية ذلك نعم عدنا نشوفه أفلام في ناتفليكس تركية مسلسلات ما عادش فقط محصوره على السوق العربي نعم قبل صح يعني في الأول احنا بحاجة إلى أنه يكون فيه دفع نعم من الجهات المخصصة من الدولة يعني فيه تكريس كما قلت لك ولكن بعد كل منتج يقدر يشد على حمله ما عليك كي نقول أنا يقدر شد على حمله الموضوع هذا يعني أن يكون هو المساهم الكبير في الصناعة تشوف تأكيد كي تخلق أنت كي تصنع جودة تقدر توزعها كذلك توزيع لازم يكون عندنا موزعين إن حضرت على السينما أو المجال السمعي البصري فتركيا يعني ما هيش خير منا نعم احنا نخذ محنا ثاني عدنا صناع وثاني عدنا كما نقول منجزين لهذا المجال طيب تركيا عند انتهاجها هذا المنهج أولا أول خطوة قمت بها هي البحث عن أسواق بالنسبة للجزائر ما هي الأسواق التي تستطيع أن تلجها في مجال الصناعة أو صناعة السمع البصري وكذلك الصناعة سينماتوراثية نعطيك مثال كان هذا المثال كان شغل خام كان عشوائي نقصد كلمة عشوائي أننا لم ما كانش فيه قصد أنه يعني فيه توزيع نعم ماكناش يعني بالتوزيع بالكلمة الصحيحة نعم نوزعوه لكذا قناة أو كذا جمهور يعني سواء كان عربيا شرق أوسطيا خليجي أو مغاربيا الضامة الضامة تقدر تقولي أنه نقطة لو كان يشوفوها صناعة المجال السمع البصري اللي يحبوا يكونوا في الصناعة الحقيقيه أنها مثال باش كيفاش تعرف توزع بعد الدرامة العربية تاك نعم تقدم جودة تقدم شيء اللي خارج من صح من هويتك نعم نجعد تجوغ للنص تعطي كل ما يتعلق بثقافة تكنتة الاجتماعية كل ما هو هوية جزائرية نعرفه من خلال الأعمال تعنا الدرامية ما هي الجزائر ما هي الهوية الجزائرية التماك هو يعني يتطلق بس كانت ضامة شافوا فيها أمور جديدة ما يعرفوهش عن الجزائر والجزائريين أشياء جميلة فهمتني في ثقافتنا في أمور نحن كما قلوه نحن كشعب جزائري فالدرامة الجزائرية لازم تخدمها شيء يمثل الجزائري ما تديش لكوبي بيس تا حاجة اللي ما تمثلوش أنه أصلا نجو نقول لك الجمهور ذكي هذي ما نحن مش كما هكدا هذي ما تمثلناش يعني كي تعطي انتا حاجة تخرج منك انتا الناس تحب تتطلع عليش العالم العربي راح للدرامة التركية مع انه فيها نقدر نقول انه فيها كما نقولوا بزاف سطحيات نعم لانه يتمد على الشو فيزيويل نعم نعم هو داها منهج كما كما تسويقي نقدر نقوله فالناس قاعدت متلهفة على الدرامة التركية في انسيقتها وقت نعم لان الدرامة العربية راي ثانية نعم راي نشيطة أنا علش ما نعطيش ولا نفتح الدرامة الجزائرية على العالم العربي نعرفه بالدرامة الجزائرية والجمهور بطبع هي فضولي سواء كان جزائري مغاربي عربي يحب يطلع على ما هو ما يعرفوش على ما هو جديد عليه على شيء يعني كما نقولوا لا ينتمي إليه نشوف أشياء ما تنتميش ليه نشوف كيفش دار هذه الجزائر وش فيها وش كائن وش يتطلع على شيء هذا فإحنا إذا قدمنا شيء ينتمي إلينا بصناعة وبجودة وبورق قوي وبمستثمرين حقيقيين يعرفوا استسموا في هذا المجال لأنه بدون مستثمر بدون صناعة ما تقدرش تعطي المادة اللي لازم يعني كله يعتمد على الأموال على الميزانيات في الأخير اللهجة ليست عائق أمام الدراما الجزائرية وأمام السينما الجزائرية إن كانت صحيحة إن كانت صحيحة نعود ونرجعوا لكي نعمل نظن هذا العام يعني المنتجين وصناعة الدراما في هذا العام يعني اللي قائمين على الدراما الرمضانية هذا العام رغم اقتدوا بهذا النقطة عن أنهم يقدموا لهجة جزائرية صحيحة ما فيهاش يعني مصطلحات مفرنسة أو غيره فهذا كما قدمنا نحن في الدراما تقولي 90% كانت لهجة صحيحة بعض الأصدقاء يعني أنا من الدول العربية قالوا نحن نفهمنا يعني قبل مثلا كانت تجربتي في الخاوة قال لك حنا بزاف فيها يعني الخلط طبعا بين اللغة الجنبية ولغة الجزائرية ما فهمناش 100 في هذا العام العام يفات قال لك فهمنا اللهجة الجزائرية وعرفنا وحبين نعرفوا يعني كان أصدقاء عربوا كلها من الناس يعني هذه أمثال بسيطة احنا حكينا على المسلسل كانت وقائعه في باب الود قالك حابين نعرفوا هذه باب الود حابين نعرفوا هذه الأحياء اللي في الجزائر شيء يعني كان محفز على شيء أنه استخدمت الدرجة الصحيحة ونظن هذا العام تاني لعمل المسلسلات يعني رغم ركزوا بزاف هذه النقطة أنه فيه درجة صحيحة تحكس الجزائري الفرد الجزائري الحقيقة هو يدعو نعم طيب ضبق دائما في السينما تم الإعلان منذ أيام على أن فيلم عثمان عريوات سيرى النور بعد بقائه لأكثر من 20 سنة حبيس الأدراج فيلم وقائع سنوات الإشهار بطولة زعيمنا أو زعيم الفكاهة الجزائرية والمحبوب الجزائريين أثمان عريوات يعني الفيلم هذا يعد هو سبب الحقيقي وراء عزوف أثمان عريوات على الظهور مجددا وعلى المشاركة في أي عمل إلى أي مدى يؤثر هكذا يعني مثلا يؤثر فيك عودة هكذا يعني فنان إلى الساحة الفنية الجزائرية بطرحك هذا السؤال يعني يؤصفني جدا غياب الزعيم كما قلت هو زعيم يعني حقا زعيم يعني أنا ألتقيته شخصيا يعني هو إنسان مثقف جدا نعم تقولي أنا نعطيك يعني أنا نكدوت صغير على عثمان قعدت معه مثلا واحد أنا تلقيته كثير من المرات ولكن مرة اللي سامة غيمو ماركي قعدت معه أعطالي أبيات شعرية البودلاغ يعني بسلاسة و بفصاحة باللغة يعني بذكر يعني بالسلاسة على الأبيات الشعرية التي تعبد لها يعني أنا كنت جد مبهورة من هذا الإنسان إنسان مثقف جدا يعني يتقن ثلاث دغات يؤصفون جدا غياب كل هذه السنوات مرة هذه السنوات قد يكون لو نقوله لو كان شارك في عمل يعني درامي نهضر بمنا نهضر على الدراما لو كان عمل يعني لو كان نشارك في عمل مسلسل درامي يعني لو كان في هذا خلال نقدر نقوله احنا من وقتاش هو كان غائب يعني من سنوات من دوميل سيس وقيدة ولا رانا قريب رانا فيه 18 سنة في خلال 18 سنة لو كان شارك بمسلسل أو اثنين ابتداء من يعني النهوض بالدراما الجزائرية نقدر نقوله احنا الدراما بدأت تبان عربيا جزائرية من خاوة من دوميل دي سات من دوميل دي سات لو كان من 2017 لحد الان شارك حتى في مسلسل أو اثنين كان نقدر في الحال يعني في هذا حاليا في 2024 كنا نهضره على الدراما الجزائرية انها تقدر تكون من بين هذا الترتيبات اللي ذكرتيها نعم تقدر تكون بين هذه الترتيبات لانه راح يدير فارق وجوده مشاركته في الدراما الجزائرية راح يدير فارق لانه إنسان مثقف وعلى بالي راح يمثل كما قولوا الدراما الجزائرية مش يمثلها فقط ولكن يعطيها دفعة انها تكون مهيش كما الان يعني مزالة يعطيها صورة اخرى او حتى يرتقي الى مستوى اخرى مشاركته راح تثري تقدر نقدر نقولك انه مشاركته يعني بقوة التمثيلية او بقدرة التمثيلية راح كانت تقدر تجيب كانت تقدر تجيب مستثمرين او انا جبين في السيغ في عثمان عريوات نعم بسكو وجه صح سيسي كما نقولوا يستثمر فيه نعم طيب ما رأيكي في التحكم حتى في السيناريو والقصة احنا نعرف يعني مشكلة فيلم اثمان عريوات وقاء سنوات الاشهار لكن نرجو الى الخلفية يعني خلفية المشكلة التحكم في السيناريو والقصة اليوم يعني الكاتب السيناريو هل هو حر عند كتابة سيناريوهاته مثلا عند عرضها على منتج ما او قناة ما يقول لك المنتج مثلا او مدير القناة لا يمكن فعل هذا لانه احنا شاب الجزائري لا نتكلم عن هذا عينا هناك الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة شوفي بعض الامتناعات من طرف سوان الرقابه المفروضه انا لسه ضدها انا معاها نقول لك علاش لانه نحنا جمهور ينتمي الى مجتمع مش فقط محافظ احنا عدنا ثقافه شعبيه واجتماعيه مختلفه عن مختلفه مش تبدي انت بكل تكون متفتح لدرجه ما مش 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 الان نعم مش الان مش الان لانه علاه راح تدينا في كما نقوله في منعرجات نحن في غنان عنها نعم يعني مش يعني انا مش ضد هذه الرقابات ولكن انا ضد بعض الاشياء التي تفرض على النص نعم مثلا ما هي الاشياء التي تفرض على النص لا تفرض على النص يعني اقصد بتفرض على النص انه انت تحط محاور وساعدك المحاور اقول لك نعم سوان كالمنتج او مخرج المشكلة هنا انت كتكون كاتب نص جيد واتتيح مثلا مع مخرج ما فهمش النص انتاعك راح يعني يعود كما يقوله راح يشوه الهيكلة راح ياخد المساج تاعه في منحة اخر منحة اخر انت تقيد كان مخرجين ما يتقيدوش فقط بما هو ملزوم عليهم كوظيفة مخرج انت تعمل ترجمة لها ذاك العمل برؤية اخراجية مش انك والمشكلة هذا موجود في الجزائره انا انا شخصيا يعني تعرضت ليه يجيب لك النص يعني تجوع يعني يحبوا يخلوا انه يكون هذاك النص ينسبوه لنفسه تنسبوه لنفسك انت كمخرج والله كمنهضوش على المنتجين ان المنتجين انا اللي خدمت معه شخصيا يعني ما تدخلوش في كان في بعض الاحتراضات على نقاط صح كانت ممكن در يعني استغنين عليها ولكن بالنسبة للمخرجين انا قلتك شخصيا انت عرض يعني يجي لك عندك نص انت لازم تترجمه كمخرج يعني فيه الكتابة الاخراجية واللي هي برؤية اخراجية نعم انت ترجم النص برؤية اخراجية انتعك ما تنسبش اشياء ليك يعني باش تكون داخل في السيناريو كل واحد وظيفته سيناريفته عنده وظيفة تنتهي نقطة وظيفة السيناريست عندما يبدأ المخرج يصور بعد التصوير في الكتابة الاخر او مثل ما بترجمة الثالثة المونتاج انت كما تحترمش النص يعني كمخرج وتقتدي غير بالوظيفة التعكد انت مخرج راح تتهشش من نصرتك يكون السيناريو يعني مقدم مادة جميلة نعم طيب بالنسبة ايضا هناك نقطة مهمة في الجزائر غياب تام ايضا للمهرجانات العالمية والعربية وحتى يعني على المستوى القاري فيه اخر نسخة فيه مهرجان وهران للفيلم العربي ممكن سنة 2018 منذ ذلك الحين لم نرى طبعة اخرى هذا يعني هكذا يعني مهرجانات ايضا هي من شأنها الترويج للفنانين الجزائريين للمخرجين لكتابة السيناريو للأعمال الجزائرية يعني في حالة ما عادت حركية في مجال الثقافة الجزائرية الى اي مدى ستساهم المهرجانات في الترويج لصورة العمل الدرامي الجزائري اكيد راح تكون فيه هناك يعني خلق شبكات تواصل مع منتجين عرب منتجين عالميين هذا ثاني شيء يعزز من انك تروج للدراما تاعي سوان كانت دراما جزائرية او افلام السينمائية نهضوا على الافلام لان المهرجان تقتدي غير بالافلام هي الافلام تجيب لك يعني الدراما فهذه المهرجان تخلق قطلك شبكة تواصل وهذا الشيء اللي احنا ارنا محتاجينه حاليا من بين الاشياء التي تحزز الصناعة الصينمائية في الجزائر هي انه تكون هذه المهرجان كثيفة ونظن يعني بالنسبة للمهرجانات حتى يعني بعض المهرجانات بدلت تاريخ تحها ولكن الان يعني خلاص حددت تاريخها رسميا حددت تاريخها نظن يعني الناس حتى الوزير الثقافة يعني كي حطت على رأسها للمهرجانات يعني اشخاص يعني هم ملمين بهذا الجانب يعني النشاطات المهرجانية انا نظن يعني شيء مريح لنا احنا كصنع سينما نعم الناس تكون هذه قائمة على المهرجانات نظن انه راح تكون منها هيك يعني شيء مبشر نعم طيب ايضا هناك نقطة اليوم نشوف انه الاعمال العربية فيها مشاركة مثلا عمل مصري لكن مشاركة البطولة تكون بين ممثل من تونس ممثل من سوريا ممثل من مصر من لبنان مع دل ممثلين الجزائرين غيبين تماما ايضا على المشاركة في الاعمال العربية ما هو السبب وراء هذا شوفي مشاركة جنسيات مختلطة في درامة عربية هذا هي استراتيجية تسويق نعم لانه راح من خلاله راح يكثفوا عملية ويسهلوا عملية التوزيع نعم هذا يخدم التوزيع عندهم عدم موجود وجوه جزائرية نظن فيه الوجه الجزائري امال بوشوشة اي عندها عمل لكنها تمثل دائما يعني هي تمثل لبنان ولا تمثل الجزائر بما انها لم تشارك ابدا في اعمال جزائرية فقط عند بداية مسيرتها لكنها في مسلسل ذاكرة الجسد فقط هي تجربة واحدة لكنها تعتبر اليوم ممثلة لبنانية وليست ممثلة جزائرية نعم شوفي لعدم مشاركة الجزائرين او في درامات عربية هذا نعود ونرجعوا يعني انه المصنع للدراما العربية كيجي شوفي يقول لك انا هذا الاخر هذا الممثل الجزائري وش قدم نعم مش قدم شيء يعني روج له عربيا نعم انا قلت لك هما يدروا هذا الاختلاط الجنسيات بشي سهل كيما اقولوا بشي يخدموا التوزيع بشي يخدموا القضيه كيما اقولوا البروموشن لهم قضيه كلها يعني دخل يعطي له دخل من الوزع مثلا خدم مع سوري السوري هذا كعنده جمهوره في سوريا في الجزائر في كذا يرحي كيما اقولوا يعزز من السناعة ويخدم التوزيع بالنسبة الجزائري ما مدش شيء على كما اقولوا على على نطاق العربي على نطاق واسع ما مدش مش الخطأ مش فيه اني قلت لك الخطأ في انه احنا عدنا رانا متقوقعين حتى من ناحية الوقت على تصنيع غير في رمضان نعم جي انت تروح مثلا سبونسورين يقولوا القناة يقولوا عن عندي مسلس نديره بعد رمضان يقولك ما عنديش الاسبونسور ليشهروا الفضاءات اللي تخليني يندير المدخول تاعي هاولي كلها ترجع للاستثمار ما عندكش اكتفاقات الاستثمار في هاد الاشي وانك نظن انا يعني حتى هاد الكثافة الموجودة هاد العام في المسلسلات نقدر نقوله كثافة يعني مقارنة بسلوات الماضية في ست مسلسلات رح تكون فيه منافسة ورح لانه شوفي هدى المنافسة والصناعة تخلق نجوم في الجزائر احنا ما زال ما عندناش نجوم نعم نعم فالدرام العربية ما عندناش نجوم هاد يعني ما كل احترامات الموثلين يخدموا يقدموا نجوم مش انه تقليل من شأنهم هما يخدموا شيء جميل ولكن النجومية كتكون تخرج على النطاق هنا المحلي تكون عربيا تكون عالميا هاد الشيء الصناعة تخلق لنا نجوم والنجوم ثم ما كتكون كان النجوم تقدر تقول يعني تكون فيه دراما سورية يشتركوا فيها الجزائرين دراما مصرية يشتركوا فيها الجزائرين غيابهم انه هو يقول لك انا نجيب نجم ما نجيبش يعني هو واحد معروف غير في بلاده نعم طيب هل يمكن يعني باتباع هذه الاصلاحات الجديدة التي اتبعتها دولة الجزائرية هل يمكن الجزائر اليوم ان تستقطب لمنتجين عرب ليستثمروا هنا في الجزائر في اعمال سينمائية واعمال ايضا درامية تلفزيونية حاليا الجزائر سوق خام هو ما يمدى بيهم ما كانش لاح يرفض الجزائر كما قولوا سوق واسع اذا هو كان يعني جاب الاستراتيجية التي تخدم الدراما الجزائرية اولا لان احنا انا قلت لك احنا عندنا امور يعني ما لازمش نتخطوها انا كصانعة في هذا المجال نقول لك انا من جيش من خليش واحد يجي يفرض علي الاخرى التوجه نتاعه انا توجه جزائري جزائري يخدم الجزائر ويقدر يكون ونقدر نروجه للعالم العربي فهم يعني مش هيرفضوا اكيد يعني فالجزائر قلت لك سوق واسع وممتد نعم طيب صار بارتيمة في الختام ربما رسالة اخيرة توجهينها الى بما انك للأسف غائبة خلال السباق الرمضاني لهذه السنة الجمهور اعتاد على اعمالك مثلا طيموشة واحد واثنين احضاب جمهرية واسعة نسب مشاهدة عالية جدا فيهم طيموشة ثلاثة اولى ان شاء الله غير مؤكد ان شاء الله نشوف الجهة الانتاجية نعم نوضع دايما على مشكلة الانتاج والتمويل لهذا قلت لك نرجح كامل للصناعة للمستثمر للمصنع يعني للممول وبالنسبة للضمة فيه جزء اخر ما فيهش والله حاليا يعني ما نقدرش نقرر لانه كان فيه ادارة انتاجي تحضر المنتج هو التلفزيون الجزائري بين شئ هو اللي يقدر يقول تكون فيه لما تكونش نعم طيب اعمال كلها يعني ما شاء الله يعني اعمالك كلها ناجحة تأخذ دائما اعلى نسب المشاهدة في الجزائر ولو في غياب انه في غياب صناعة النجوم وغيابة صناعة درامية الحقيقية فيها بعض المحاولات التي يعني تشرف الجزائر ونتمنى انها تكون يوما ما على المستوى العربي هل يمكن ان نرى سارة بارتمام في مشروع على المستوى العربي ان شاء الله يعني كتقولي المستوى العربي انا صارة بارتمام وشنو هي هي سيناريس انا يمثلون للنص والورق اللي يقدمون نعم انتي ذكرت وقلتي الاعمال التاعي نالت مشاهدات والمشاهدات عالية هذا مش يجيش يعني من العدم يعني لازم يتقدم كل شيء متركز ومرتبط بالورق اللي يتقدمون بالمادة السيناريستية اللي يتقدمها هذا من جهة من جهة ثانية كتقولي تكون عربين ان شاء الله لما لا لانه انت كتقدم نص ثقيل اكيد المصنع الحقيقي رح يقيم هذا العمل ورح ينجزون نعم دون يعني امور اخرى شكرا لك سارة بارتيمة على مشاركتك في برنامج تشرفت وجودي معك هده شكرا لك على المشاركة وعلى التوضيحات وعلى مشاركتنا هذا الموضوع حول الصناعة الدرامية والصناعة السينمتورغفية في الجزائر اذا مشاهدين الكرام بهذا نصل الى نهاية هذا العدد من برنامج وجه لوجه ألقاكم في مواعيدة اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة